سؤال حول زكاة المال يقول السائل اللحوم عندنا غالية جدا جدا والنجمة تأخذ أموال الزكاة تصرف على التليفونات ولا ينفقون في الغذاء شيئا يذكر يهملون الأكل والصحة ينفع أخش زكاة مالي في صوت لحوم يعني أجبر نسهم ويطبخ لحمة ويأكل لحمة وهذا من وجه فلوسفلية في التليفونات هكذا السؤال نقول للسائل الكريم أو السائلة الكريمة الأصل في زكاة المالي أن نخرجها مالا وأن لا نخرجها بالقيمة في صورة سلع عينية إلا إذا تعينت مصلحة الفقير حقا في ذلك وليس بالضرورة أن كل فقير يوفر المال من اللحم لينفقه في الهاتف قد يوجه لشراء ضرورياته الحياتية من كراء لبيته وكساء لجسده ودواء لعلته ونحو ذلك دع الفقير يتولى أمره يوجه حقه الذي افترضه الله له في أموال الأغنياء كيف يشاء وفق أولوياتي هو كما يقدرها هو لا كما نقدرها نحن له وأنا رصدت مفارقة يعني عجيبة في صدقة الفطر الشريعة فرضتها طعاما فصاح من صاحة ولنجلاء القيمة أنفع وأصبحت معركة إخراج زكاة الفطر بالقيمة زكاة المال فرضتها الشريعة مالا فجاء من يولي الأقول لا المصلحة أخيشها لحمة وطعام وكساء يعني زي الشريعة المخالف يعني عندما قالت الشريعة طعاما وأن لا المال أنفع والقيمة أنفع ولما قايت مال قاله طعام أنفع يأتي استقم كما أمرت تبع ما يوحي ليت وأصبر حتى يحكم الله نحن نقول إذا وجدت أصلحة حين توجد بعض الفقراء سفهاء ظالمون لأنفسهم يأخذ المال يشتري بدخان مخدرات ينفقه فيما لا يرضي الله عز وجل فهذا رحمة به أشتريه شيء عينية عشان ما يوذرش هذا المال وينفقه فيما لا يحل له شرعا لكن دي استثناءات ويبقى الأصل أن الفقير سيد قراره في المال الذي جعله الله حقا له في أموال لغنيات والاستثناءات والدورات تقدر بقدرها ترجمة نانسي قنقره في أموال لغنيات